فصل جديد من محاولة القضاء على معالم الدولة في العراق جاءت به تصريحات زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي وذلك عبر المطالبة بدور لميليشيا الحجد على الحدود العراقية السورية بذريعة عدم استقرار الأوضاع في سوريا الخزعلي الذي ينتمي إلى إيران فكرا وسلوكا يريد على ما يبدو أن يكرس الدور الذي تلعبه إيران في أراضي تمتد من طهران إلى بيروت وهما يصطدم نظريا على الأقل مع الرفض الأمريكي لأي دور إيراني متعاظم في المنطقة ناهك عن باقي الدول في المنطقة التي تلقت خلال السنوات الأخيرة ضربات متكررة من هذا التغول الإيراني وإذا كان الخزعلي قد مثل وجهة النظر الإيرانية باعتباره أن تأمين الحدود العراقية مع سوريا من أهم واجبات ميليشيا الحجد في الفترة الحالية فإن تصريحاته من المفترض أن تتعارض مع رؤية الحكومة في بغداد والتي تقول أنها تتبنى سياسة عدم التدخل في شؤون الآخرين في الوقت الذي تعلن بين الفينة والأخرى أن طائراتها قصفت ما تسميه مواقع إرهابيين داخل الأراضي السورية الواقع يقول أن الحكومة في بغداد لا تستطيع الخروج من الفلك الإيراني وهي التي بصمت عليها طهران قبل إخراجها إلى العلن لكن الأدهى أن الشلل الذي تعيشه مؤسسات الدولة تمنعها من الرد على الخزعلي بالقول إن مهمة حماية الحدود منوط بقوات حرس الحدود وفي حالة حدوث أي أمر طارئ فإن قوات الجيش هي من تتولى معالجة هذا الأمر أما أن يتولى زعيم ميليشيا تشكلت في لحظة ضياع أمني وتدخل بشؤون الدولة السياسية والعسكرية أن يتولى كبر هذه الدعوة بزعم أنها أولوية بالنسبة لتلك الميليشيا فإنه يعني فيما يعني غياباً كاملاً للقانون وتماهياً جديداً مع الأجندة الإيرانية على حساب المصلحة العراقية ولم يفوت الخزعلي وهو يطلق هذه الدعوة أن يطالب بانسحاب القوات الأمريكية المقاتلة كالمارينز على أساس أن وجودها يمس السيادة العراقية متناسياً أن وجودها كان سبباً مباشراً في وجوده وأمثاله من أمراء الحرب المتلاعبين بدماء الشعب العراقي ومتجاهلاً في الوقت عينه أن مجرد خروجه وأمثاله من إيراني المنشأ والولاء بمثل تلك التصريحات هو الخرق الحقيقي للسيادة العراقية هذا إن كان في العراقي ثمة سيادة حقيقية